بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين متابعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة جديدة من حلقات قناة لغتنا الجميلة وهي تتناول إما كل ما تريد معرفته عن إما ما نوعها وما عملها وما أهم الشواهد التي وردت فيها كلمة إما وردت إما في مواضع عديدة وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَةِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وَوَرَدَتْ أَيْضًا في قوله تعالى فَشُدُّ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءُ ووردت في قول الشاعر سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى فإما حياة تصر الصديقة وإما ممات يغيظ العدى ووردت أيضا في قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم والسؤال ما موقف ما في علم النحو أهي اسم أم فعل أم حرف وهل لها تأثير فيما بعدها أم لا كل ذلك وأكثر في التفصيل التالي إليكم التفاصيل كلمة إما في اللغة العربية لها استخداما الأول حرف تفصيل والثاني حرف شرط جازم وعندما تأتي حرف تفصيل فهي لا عمل لها وتأتي على سلاث صور تأتي مكررة إما وإما إما شاكرا وإما كفورا واستخدامها مكررة هو هو الاستخدام هو الاستخدام الغالب فإما حياة تصر الصديقة وإما ممات يغيظ العدى فإما منا بعد وإما فداء وتأتي قليلاً غير مكررة ولكن يأتي معها الحرف أو أو الحرف إلا إن الشرطية مدغمة في لا النافية وذلك مثل قولنا إما أن تتحدث أو تصمت إما أن تؤدي واجبك وإلا تندم وتأتي إما مكونة من إن الشرطية الجازمة مع ما الزائدة وتكتب هكذا إما ويأتي بعدها الفعل غالباً مؤكداً بنون التوكيد وذلك مثل قولنا إما نشرحن فاستمع ومثل قوله تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم وقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم وقوله تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها وقوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وأخيرا نماذج إعرابية قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إما حرف تفصيل مبني لا محل له من الإعراب شاكرا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وإما ألواه حرف عطف وإما حرف تفصيل مكرر كفورا معطوف على شاكرا منصوب وقال تعالى فشد الوثاقة فإما منن بعد وإما فداء إما حرف تفصيل مبني لا محل له من الإعراب منن مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره فإما أن تمن منن بعد ظرف زمان مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة إذا قطع الظرفان بعد وقبل عن الإضافة بني على الضم كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد وإما فداء ألواه حرف عطف وإما حرف تفصيل وفداء منصوبة معطوفة على منا وهذا نموذج على عدم تكرار إما وإنما جاءت معها إلا فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غثي من سميني وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني إما حرف تفصيل مبني لمحل له من الإعراب والمصدر المؤول أن تكون فيه إعرابا إما أن يكون خبر لمبتدأ محذوف والتقدير فإما الحال كونك أخي أو يكون مبتدأ وخبره محذوف إذن المصدر المؤول بعد إما في محل رفع على تقديره مبتدأ لخبر محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف وإلا فاطرحني إلا هنا مكونة من إن الشرطية ولا النافية وهذه الفاء هي فاء الجزاء الداخلة على جملة جواب الشرط لأن جواب الشرط جاء جملة طلبية وجملة الشرط محذوفة والتقدير وإلا تكن أخي بحق فاطرحني ونموذج آخر قول الشاعر والناس ضربان إما مظهر مقة يثني بنعمة وإما مضمر حسدا مقة أي حب الناس نوعان نوع يظهر المحبة ويثني ويشيد بالنعمة ويحفظ الجميل وإما النوع الآخر الذي يخفي في نفسه الحقد والحسد إما حرف تفصيل مبني لمحل له من الإعراب مظهر بدل من ضربان مرفوع وعلامة رفعه الضمة وكذلك قول الشاعر وكونوا لنا إما عدوا مجاملا وإما صديقا دهره يتلطف وكونوا لنا إما عدوا إما حرف تفصيل مبني لمحل له من الإعراب عدوا خبر كونوا منصوب وعلامة نصبه الفتحة وجاءت مكررة والنوع الآخر لإما هي إما الشرطية حرف شرط جازم مكون من إن الشرطية مع ما الزائدة أصلها إن ما وإما تخاف ويأتي غالبا فعل الشرط مؤكد بنون التوكيد مؤكد جوازا ولكنه بكثرة تقترب من حد الوجوب وإما تخافن من قوم خيانة إذن تخافن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم لأنه فعل الشرط ولذلك جاءت فنبذ مقترن بالفاء لأنها جملة طلبية إذن الفاء في قوله تعالى فنبذ هي فاء الجزاء وجملة فنبذ إليهم في محل جزم موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر